يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الورد وصباح اليسمين صباح كل حاجة حلوة صباح مشرك بنور الله حبايبي الحلوين حبايبي الغليين حبايبي اللي منوريني ومكتريني ومشرفيني منوريني يعني عايزة أقول لكم حاجات كتير 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 مش عارفة أبعبر لكم على جوايا نحياتكم نسمي الله ونصلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونخش الفيديو بتاعنا وأول ما قبل ما نخش الفيديو بتاعنا أنا صحيت على مكالمة يعني عطتني أمل عطتني طاقة إيجابية أختي وحبيبتي ومتابعتي من أول ما فتحت القناة أم محسن العراقية نورتيني والتليفون نور وحياتي نورت يا أم محسن بالمكالمة بتاعتك بجد والله أول مرة أسمع صوتها من أربع سنين هي على طول بتكتب لي كومنتات في الفيديو وما بتفوتش ولا فيديو ولو فوضت فيديو بتقول لي كان عندي ظروف كذا حبيبتي مم حسن أنا أول مرة أكلمها على فكرة ما كناش تكلمنا واتساب ولا تكلمنا مكالمة ولا أي حاجة أول مرة النهاردة أكلمها في التليفون التليفون نور يا أم محسن ويا رب تكرر تاني هي ما عنداش واتساب عشان أكلمها على فكرة هي كلمتني مكالمة تليفون طبعا أنا بفرح لما حدي بيكلمني ومحسن حبيبتي الغالية نورتيني وشرفتيني ويا رب كده تديب مننا المحبة ويلا بينا بقى نشوف إيه إحنا هنعمل إيه النهاردة الروتين بتاعنا هيمشي جوه البيت وهاخدكم ونخرج برا البيت طبعا قبل الشغل تنظيم الشغل تنظيم الشغل إن أنا فرمت ثلاث بصلة وأرنين فلفل في الكبة علشان الفلفل ده بيودي المحشي في حتة تانية خالص وفرمت الطماطم في الخلاط وأورت طبعا نصف كيلو كوسة نصف كيلو بدنجان بدنجان أبيض وقسود كيلو مع بعض يعني وفلفل كل حاجة نصف كيلو أنا بعمل على قد إيه ما إحنا هنأكله وآخر حاجة اللي هما الورق العنب ده أمي كانت جايبهولي مسكندرية آخر شوية هنعملهم كنت مخزنها في الفريزر طبعا أهوت في ورق عادي وورق كراريس بتاع عيالك لفيه كده وحطيه في الفريزر ولا يجرره أي حاجة يقعد معاك من السنة للسنة طبعا دبلت البصلة بتاعتي ونزلت بالطماطم والطماطم بتاعت حمرة زي الفل ما نحمرش البصلة بتاعت المحشي وهتحط إيه البهارات بتاعتك المية بتاعت الأول بتاعت الورق العنب بدي حطها فيها عصرة لمون وشوية ملح يدوبك ديئة واحدة كده وهروح أطفي واسيبه في ميته لغاية ما إيه ما باها الصلصة بتاعت بهارات الصلصة بتاعت هحط كزبرة نشفة كتير لأن الخضرة هقولكم دلوقتي فيها إيه وهحط كمون قليل هحط فلفل أسود هحط بابريكا هحط مرأة دجاجة اللي هي بتاعت العطار السايبة لأن يعني بتبقى فيها النسبة يعني صحية يعني ما فياش دهون يعني بتبقى ما فياش دهون هحط ملح ومعلاق السكر عشان نزبط الحمودة بتاعت الطماطم وكده صلصتنا إيه لوز اللوس نسيبها تعيش مع حياتها وتسبك وهروح بقى جيب الرز بتاعي كيلي ورز غسيل وانزله في الطبق ده وشايفين شوية الخضرة دول يا جدعان بخمستاشر جنيه يعني ينفع أكلة المحشي تتكلفه بمبلغ وقدره ومن غير فراخ ولا لحمة ينفع كده طب ليه كده طيب ده حمدش كانت كل خميس بتأكلنا محشي دلوقتي لو عملت لنا محشي أكلة المحشي من غير فراخ ولحمة تعدد تلتمية جنيه أيوة شوف الرز بكام وإحنا كنا بنعمل تلتة كيلو واربعة كيلو رز والطماطم بكام والبصل بكام والخضرة بكام يلا هوي خلينيك في الفيديو يا نور وعودي زكتا شلتي معلقة صلصة من بره وكان عندي معلقتين خضرة في الفريزر جبتهم أكمل الأكلة بتاعتي والحلة بتاعتي دي أنا هحش فيها من غير مخسلها كده كده فيها صلصة حتى مرضيش أفضي صلصة كويس يعني عشان كده كده عب أحط للمحشي بتاعي صلصة على الوش بس الحلة تلوما فيها صلصة مش هحط بقى صلصة كده كده منها فيها قلب الكوسة ده طبعا مخسول ونجيفه زي الفل هفرشه في الحلة بتاعتي وهقلب وازبط الملح ويلا بينا عالصفرة نسلي المحشي بتاعنا أيما أنا مش هحشي وأنا وقفة بقى أنا جايبة لا يا رجلي يا جدعان طبعا أقطع على الترابيزة كده عشان أحشي وطبعا تبتسلي بقى بأي حد يسلي المحشي بتاعك مش عندك حد يذكر الله وصلي على رسول الله كده طول ما أنت قاعدة بتحشي المحشي طبعا احنا احنا في المطبخ بنقعد نذكر الله كتير وإحنا قبل ما ننام بنسكر الله كتير واتصلت بقى بأختي قلت لإيه البنتي تسلي بخلتك تسلي معنا المحشي مدل ما أنا هقعد كده أكلم نفسي وأنا قاعدة فضلنا إيه سلينا المحشي والنبي ما حسيت بي ما انتوش غربي يعني وبعدين لما تحشي المحشي ما تعبيش البدنجانية لغاية الآخر أول في الفلاية خليها نصها علشان الرز بيزيد معنا وما إيه ما يبقاش إيه هايس ولايس في الحلة يبقى المحشي بتاعي كله رزي كده معايا فرخاية بقى كنت نوية اللي أنا شويها ما قاعدة بحكي معاقش بقول لها أنا حشوي الفرخة بس إيه ما شويت هاش يعني استسهلت بصراحة عملت لها مرتة بصل كده بملح وفلفل وحطتها من جوة لبرة لجوة لبرة قلت برضو إيه هعملها لهم أكلها مشوية بس ما حدش يقول لهم حسلقها استفاد بالشربة أعمل بيها المحشي وفي نفس الوقت لما طلحها هده هنا صلصة من اللي أنا شلتها علشان إيه؟ طبعا عملانهم زي المشوية كده ويرضوا يأكلوها بص الفرخة بتاعتي أصلا مت بهدلة بس أعلمين أناكلك يعني أناكلك فيه إيه؟ ده الفرخ غالية هنزل فيها بمية مغلية تكون إيه؟ مية مغلية وتنزلي بيها السدر من تحت والظهر من فوق لأن السدر بيقض سوى أكتر وتحط بقى البهارات بتحتك اللي بتحطيها في الشربة طمط مية بصلية وراء راولو حبهان مستيكا كوباباسيني اللي انت حباه وعملتي طبعا سنية رؤاء بس سنية جلاش قصدي بس النور قاطع كده النور قاطع أنا بصور لكم الحاجات دي كلها والنور قاطع لما يجي هقول لكم لما يكون عندي فيه وقت بوقف التصوير لغاية النور ما يجي مفيش وقت والعالجة عنين باضطر اللي أنا كمل التصوير والنور قاطع فمعرفتش أجيب معاكم الجلاش لأن الإضاءة مش كويسة وسنية الجلاش كانت اللحمة مش شالة عندي في الفريزة المتعصدة يعني ودي الشربة المحش بتاعي الخضار تحطي نصفه شربة علشان الخضار بينزل معانا إيه سوايل فما تبقى شربته مظبوطة والورق اللي عينب أو الكرب بتتأخري آخر صباح ما تحط له الشربة وأول ما يغلي وطع لي هتاكلي أحلى شوية محش كده هدي المحش بتاعنا عملت كمان صلاة الزبادي زبادي عادي وطوم استنوا اسمه ايه اسمه ايه شوية نعنع بس هي صلاة الزبادي زهلة وقطعنا كده وهنتغدوا بعد ما هنتغدوا عندنا خروجه برة ومحدش يروح هنا ولا هنا عشان هاخدكم معايا ايه نتفسح بس لو وصلت لغاية الصفرة كده حطي لي لايك ماشي؟ ايوة احطي لي لايك وكده بقى بعد العشة مدانة والجو طر عندنا لان الجو عندنا حر 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 وكل الدنيا من السنادي بتشكي من الحر. خرجنا لبسنا وخرجنا وراحين فين راحين النادي نقعد فيه شوية. النادي بتاعنا دوت انا صورت فيه كزا مرة. طب ماشي البقى الاتفالي فنحا يفصل يا جدعين. نزلنا ورجعت تاني علشان اقطع التساكر النفر بخمسة جنيه. اقطعت التساكر ودخلت لان احنا مش عاملين عدوية في النادي. اللي عايز يعمل عدوية بيعمل له عدوية بس بمبلغ وقدره واحنا بصراحة مش بتوع نوادي يا جدعين احنا بتوع شغل. النادي ده احنا بنروحه فين وفين? الناس الفضل هي ايه اللي بتروح النادي? هو فيه ملاهي وفيه حمام سباحة وفيه طبعا كارتي وكورة وكل الالعاب يعني. بس انا يعني بروحه مرة في السنة مرتين في السنة في صراحة يعني مش مش على طول في النادي يعني مش بتاعتنا وادي. كده ايه الجماعة كانوا وصلوا قابلينا هول عيال جات قابلنا لما شافونا. ربنا يحميهم يا ربنا يخليهم. انا وعد قاعدة جميلة وواخد امي وواخد حماتي واقوات جزي كانوا سباقونا وسلفتي. ربنا يخلينا امنا ووحماتي دي تبقى عمتي. ربنا يخليهم لي يا ربي ما تحرمش منهم ابدا. واللي عنده ام وعنده حمى يحطها في عينيه وفي قلبه وفوق رأسه يا جدعان. والله العظيم من بعد الام ما في حاجة. مش بيقول لك مثل اللي بلى ام حاله يغم. فعلا المثل ده. والله العظيم انا حاسة نفسي اللي انا قوية بامي وحماتي. فعلا. فعلا هم اللي بيقووني على الحياة. والله العظيم بجد. فاللي عنده ام يحطها على رأسه كده. ربنا يخليهم لي يا رب ما تحرمش منهم ابدا ابدا ابدا. كده بقى خط العيال وروحنا لايه النادي النادي قال. رحنا نركب مركب. يعني لقيت المية كتير قوي في في البحر. البحر ساعد بيبقى عالي. ساعد بيبقى واطي. اني لنفس الحكاية يعني. لقيت المية بصوا شايفينها خفت بصراحة. وطبعا العدي كلها مش عارف هتحكم فيها. فايه قلت هيصلهم كده مع الاغاني اللي طالعة من المركب. ودحكت عليهم. والمهم وروح ايه? طلعنا. طلعنا بقى ايه? نقعدوا كده مع بعضين قاعدة حلوة وجابوا فشاروا وبسكوتات وشبسيات. وعدنا ايه? مع بعض كده قاعدة حلوة. طلبت انا مسكافيه واللي طلب قهوة واللي طلب آآ كاكولا واللي طلب ايس كريم. وطبعا حطيت معلقتين سكر وهي حلوة القهوة والمسكافي في مرارتها. اول للعظيم. جربوها كده. انا بشرباش غير بالمعلقة واحدة. فانا قلت المعلقة دي صغيرة. عملت نفسي فلحوسة. لقيتها مسكرة كده مش حلوة. اهو بنزل بقية الطلب وطهيات. احلى حاجة والله العظيم في الدنيا لمة العيلة مع بعضيها كده. ربنا ما يحرم حد من لمة العيلة ولا من امه ولا من حماته ولا من اخوات جوزه ولا من عيالهم. انا مستقوية بيهم وحيات ربنا. وكده النور قطع. وطبعا النور ده مش عارفة ايه حكايته معنا يعني. معلش هو النور قطع كتير في الفيديو ده. ولسه هيقطع تاني على فكرة. وطبعا الناس عمالها تهيص وتزقطت كده في الدلمة الشعب المصري ده ما بيهموهش اي حاجة. احنا دايسين في اي حاجة. هي النور جيه بس هيقطع تاني. او قطع تاني وحيات ربنا. ملحناش نقول نكمل اللي هي يعني. بس برضو ايه عايشين بقى بيعكنونا على نفسهم وكده اللي اعمالين نهيس وانزقطت والناس اللي جنبينا يعني اللي قاعدين دولا. ربنا يا رب يتم كل واحد بيفرح يتم عليه فرحته. واللي وصل لغاية هنا ما ينساش يصلي على رسول الله عليه. افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله. عشان كلنا ناخد صواب مع بعدينا. وطبعا خلاص كده احنا تفسحنا وانبسطنا ولمنا نفسنا وروحنا بيتنا. ومحرجة اقول لكم برضو النور قطع وانا قاعدة دلوقتي. انا البلتش عالسرير خلاص كنا هننام. بس طول ما النور قطع طبعا ما فيش نمنا ان الجوحر. لات العلبة دي دخلة ايه? علي. تعالي يا حبيبتي يا دتي جتي في وقتك يا غالية. تا 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 تا. شايفين بقى رموش الست بقى ديت اللي ايه? اللي الطبطب على قلبك فعلا. انا بحبها وبموت فيها رموش الست. واول حاجة ايدي تحطت فيها ايه يا رموش الست? وقلاش وكنافة محشية كريمة وبسبوسة وكنافة محشية مانجا. بصراحة جات في وقتها بقى. النور قطع والجو حر يا جدعان. عايزين حاجة اضطر علينا كده. وكده الفيديو بتاعي هيكون خلص النهاردة. ويا رب يكون عند حسن ظنكم. ويكون فيديوهات خفيفة على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشيروه. على الواتساب على اي مجموعة انتم فيها. لاختك لصحبتك لجارتك. عشان اكبر بيكم وليكم.